بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عنوان درس هذا اليوم معرفة المتفق والمفترق وكالعادة نبدأ بتعريفه فنقول في تعريف المتفق والمفترق لغة المتفق اسم فاعل من الاتفاق والمفترق اسم فاعل من الافتراق ضد الاتفاق أما اصطلاحا فهو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا خطا ولفظا وتختلف أشخاصهم من ذلك أن تتفق أيضا أسماؤهم وكناهم أو أسماؤهم ونسبتهم ونحو ذلك وبالمثال يتضح المقال فمن الأمثلة على ذلك الخليل بن أحمد ستة أشخاص اشتركوا في هذا الإسم أولهم شيخ سيبويه أيضا أحمد ابن جعفر ابن حمدان هناك أربعة أشخاص اشتركوا في هذا الإسم وفي عصر واحد أيضا عمر ابن الخطاب هناك ستة أشخاص سموا بهذا الإسم فائدة معرفة المتفق والمفترق تظهر فائدته بعدة أمور أولا عدم ظن المشتركين في الإسم واحدا مع أنهم جماعة وهو عكس المهمل الذي يخشى منه أن يظن الواحد اثنين ثانيا التمييز بين المشتركين في الإسم فربما يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيف فيضعف من هو صحيح أو العكس متى يحسن إراد المتفق والمفترق ومتى تكون فائدته أقوى وأعظم يحسن إراد المثال فيما إذا اشترك الراويان أو الروا في الإسم وكانوا في عصر واحد واشتركوا في بعض الشيوخ أو الروا عنهم أما إذا كانوا في عصور متباعدة فلا إشكال في أسمائهم من أشهر المصنفات في معرفة المتفق والمفترق كتاب المتفق والمفترق للخطيب البغدادي وكتاب الأنساب المتفقة للحافظ محمد بن طاهر هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم